ردة فعل الغرب بعد ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا كانت سريعة لكن هل ستكون مجدية في رضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتسأل بعض المحللين البيت الأبيض من جهته قال إن العقوبات ستتطال أحد عشر روسيا وأوكرانيا من الساسة والقادة العسكريين والقانونيين وكذا الرئيس المخلوع فيكتور ياناكوفيتش فردنا عقوبات على الأشخاص المسؤولين عن تدمير السيادة وكامل لحظة الأوكرانية والحكومة الأوكرانية أيضا نريد أن نقول إنها ستكون لمقترفه عواقب المحللون يقولون إذا ما كانت العقوبات قطالت تجميد بعض الأصول المالية في الخارج فإن بعض المسؤولين لم تشملهم العقوبات وخاصة ما يملكونه من أموال داخل البلاد في روسيا حسنا بصراحة أعتقد أنه سيكون للعقوبات تأثير هزيل يقول هذا المحلل فمن الممكن أن تفرض عقوبات اقتصادية على نطاق واسع جدا وهي قادرة لكن يجب أن نعترف أن الأمر محفوف بالمخاطر وقد تؤدي إلى عقوبات عكسية دعني أقول انتقامية من الجانب الروسي ضد الشركات الأمريكية وربما حتى ضد الأمريكيين ممن يعيشون داخل روسيا العقوبات تشمل تجميد أصول أموال ومنع سفر القضة الأوروبيون قالوا إن احتمال فرض عقوبات جديدة وقاسية وارد جدا عندما يجتمعون في وقت لاحق هذا الأسبوع الدول الغربية تريد أن ترى تأثيرات عزة دولية تطال روسيا وهي قد ألمحت أنها ستتخذ تدابير لفرض عقوبات اقتصادية وتجارية أشد قد تكون لها حسب ما يقول القضة الأوروبيون عواقب وخيمة لكن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا قد تفرض عقوبات أشد من شأنها أن تضر بروسيا لكن هي مخاضرة أيضا فالدول الأوروبية تظل تعتمد بشكل كبير عن الغاز الروسي وخاصة ألمانيا العقوبات التي فرضها الغرب لم تشمل الرئيس فلاديمير بوتين ولا حتى طبقة الأوليغارش وهم أثرياء البلد حيث إن ثرواتهم مخبأة في بنوك الغرب شكرا